أهلا بحضراتكم من جديد هنروح لأخبارنا المحلية طبعا رأس أخبارنا المحلية احنا كنا يعني من يومين بنقالف في الميديا وفي الأخبار فوجئنا طبعا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد حتى الانتخابات القادمة من قبل الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى طيب هنقول أسامي اللجنة وهقول لحضراتكم السبب كان إيه طبعا تشكيل لجنة جيكا الآتي محمد الأمين رئيس نبيل خشب أمين سندوق وبالنسبة العضوية عاصم السعداني أيمن صلاح مؤمن صفا عبدو عبدالوهاب محمود العدل عمر فتحي وطا طبعا جيه بعد طبعا أيام بعد إيقاف المهندس الشام ناصر رئيس الاتحاد وخليوا لي بس يا جماعة الجواب ده عشان عايز أعلق عليه وطبعا بعد إيقاف المهندس الشام ناصر سنع عشان طبعا اخترق الفقاعة وهجيب لكم كمان إيه كمان حصل في السكواش بخصوص حاجة زي كده كمان طيب الأسباب مكتوبة في النقطة واحد واثنين في جداء الإيميل أو الليتر اللي جاي شايفين تحت في رقم واحد واثنين مكتوب باللغة الإنجليزية دول أسباب اللي سادت عليه أو أسباب القانون اللي سادت عليه الاتحاد الدولي لحل أو لاستبدال المجلس بلجنة مؤقتة إيه رقم واحد مكتوب failure to obtain the IHF approval on the 2017 EHF status يعني إيه يعني قال لك أنه من السبب الأول أنه الاتحاد المصري فشل أنه يعتمد ليحته إيه الداخلية اللي عملها سنة 2017 وده violating أو حصل يعني حياد عن المادة رقم 8.1.6 وفي الليحة الاتحاد الدولي هذا أول خطأ استند عليه الاتحاد الدولي طيب الخطأ الثاني قال لك الفشل في ملء التلات أو مركز أو كانوا تعرفين الاتحاد كان فيه تلات أماكن شاغرة كابتن خياد العاودي خرج بالاستقالة وفيه اتنين كمان مونة أمين ومصطفى شاوي التلاتة خرجوا لأسباب مختلفة بس كان فيه تلات أماكن شاغرة الاتحاد الدولي شاف أنه الاتحاد المصري فشل أنه يملى مكان التلاتة دول وكان عنده جمعية عمومية اتعاملت في 2020 كونجرس اتعامل في 2020 دي نقطة رقم 2 أنا بترجم لكم على طول وكان عنده جمعية عمومية أخيرة في 2020 وهو كان مديل وسماحية يستبدل التلاتة دول أو يتم ملاقش الأماكن دي ولكن الاتحاد المصري كرة اليد ساعتها برئيس المونة الشام نصر تغادى عنده وما عملوش وده فيه فيوليتنج لمواد معينة المادة رقم 42.2 والمادة رقم 53 في لايحة الاتحاد الدولي كرة اليد يمكن ده حصري عندنا في برنامج الأبطال الأسباب اللي قدت قانونية اللي قدت لحل أو حل مجلس إدارة الاتحاد من قبل الاتحاد دوليك سببين قانونيين أول حاجة تاني بعدهم من حضراتكم أنه ما اعتمدش لايحة الداخلية أنت الأول يعني إيه لايحة داخلية يعني بتعمل لايحة داخلية للاتحاد بتعتمدها من جماعتك الأمومية وبتبعتها للاتحاد الدولي تحب دولي أعتمدها وبترجع بعد كده لجنة المصريات اعتمدها هو ما عملش كده التحاد ما عملش كده وده مخالف للايحة اتحاد الدولي لكرة الياد ونفس الكلام كان فيه تلات أماكن شغيرة ما تمش وجالك فرص جامعة مومية وفرص جامعة مومية تانية كان آخرهم عشرين عشرين ومنت ما عملتش انتخابات على التلات أماكن دول فده بيوليتنج عن أرتيكلز معينة جوه الليحة الاتحاد الدولي او مواد معينة جوه الاتحاد الدولي وكان بناءا عليها السببين دول تم استبدال اللجنة المؤقتة كل التوفيق للجنة المؤقتة كنت الياد لعبة مهمة جدا ونتمنى طبعا لهم التوفيق لإدارة الملف ده حتى الانتخابات القادمة اللي هتبقى بعد أولمبياد توكيو عشرين عشرين